قمة الفضايح بعد موضوع المجاري بتاع مبارح النهاردة الفنادق والتجسس تعالوا نشوف تفاصيل أكتر عن تقرير بوليتيكو والجارديان النهاردة الصبح عن فضائح هذا الجنرال في قمة الفشل والمراقبة والترهيب ولو في مكان كمان نكتب تحته والمجاري والصرف الصحي والفنادق والنوم وإلخ إلخ إلخ كوب 27 في مصر حدث تحول إلى كابوس ما يغرقش النواقف مبسوط وماسك الحديدة والنضارة الشمس لا هو تعبان جداً ليه تعبان؟ لأن نهر الصرف الصحي الذي انفجر في شرم الشيخ المجاري يعني بس الزملاء مش عارف ما كتبوش للمجاري كتبوها لكم نهر الصرف الصحي الحقيقة موضوع المجاري ده هوى بالقمة إلى الحضيد نزل بيها في الأرض الصحف كلها بتتكلم أنه دي أول قمة مناخ في التاريخ بتنفجر فيها مواسير الصرف الصحي المفترض أن مصر كانت تظهر كبطل طموح زي اللفندي اللوائف ده حاجة كده فيها شموخ يعني وأن احنا وجهة للسياحة ودولة موثوقة بيها وأن احنا جمدين قوي وعب فتاح السيسي بيقول أنه أردال بايدن مصر بخير لكن الحقيقة أنه ده ما حصلش الحقيقة أنه بدل من أنه نبقى وجهة للسياحة ودولة موثوقة حصلت أمور مريعة زي ما بيوصفها تقرير Political American Disaster وبيقول أنه كبار المسؤولين هنا النقطة بقى اللي عايز أحكي لكم عليها كبار المسؤولين في أوروبا وجدوا أنفسهم أمام سيل من الشكاوى إيه اللي حصل الرجل اللفندي ده ونظامه المهزأ لو هم موجودين في أي مكان والمواطن المصري بيشتكلهم مش هيعبروهم يعني مش هيهتموا بيه قوي مش هيحسوا أنه فيه مسؤولية أخلاقية تجاه المصري ده أنهما يحلوا له مشكلته لكن اللي حصل أنه فيه شخص اسمه جيكوب ويركسمن جيكوب ويركسمن ده مسؤول السياسة المناخية في الاتحاد الأوروبي راجل مسؤول في الاتحاد الأوروبي برأت تجيل شكاوى أن النشطاء تركوا في غرف بلا أسرة ولا أقفال وتعرضوا للابتزاز واستيقظوا ليلا بسبب طلبات تعسفية والصبح كمان حصل معاهم تحقيقات كان من هذه النماذج وزارة الشباب المصرية بعت الدعوة لإحدى الناشطات من دولة أوروبية وصلت البنت يعني وكانت دفع فلوس عشان الحجز قعدوها خمس ساعات في اللوبي في الآخر نامت على الكنبة وانهارت في البكاء منهم ناس دفعوا 700 دولار عشان يحجزوا مكان دفعوهم فعلا لما وصلوا الفندق قال لهم لا إحنا عايزين 300 أو 600 دولار إضافية إحنا مش هينفع الكلام ده معانا فالناس دول عملوا إيه؟ بدأوا يبعثوا للناس اللي زي جيكوب ويركسمان اللي هم المسؤولين الدبلوماسيين تعرض منظم المؤتمر لضغوط دبلوماسية الدبلوماسيين اللي أنا بحكي لكم عنهم دول اللي هو مسؤول السياسة المناخية في الاتحاد الأوروبي طيب الرجل ده ومسؤولين رئيسيين اضطروا أن هم يسيبوا المحادثات بتاعت المناخ اللي الشحات ده عايز ياخد منهم فلوس وقالوا له وقالوا له السلطات المصرية إحنا مش قاعدين معاكم ومش هنكمل المحارسات لحد ما تخلوا الولاد بتوعنا بتوع الوفود يناموا انت متخيل الناس جاية شرم الشيخ المدينة العظيمة والمش عارف إيه عشان لفندي ده طالق المخابرات بتاعته محمود ابن عباس كامل بياخدوا إتاوة من الفنادق وهحكي لك التفاصيل كمان شوية وفي الآخر الوفود مش لاقي حتة تنام فيها وعندها مشاكل كبيرة جدا فالمسؤولين الدبلوماسيين اللي هم بيعودوا مع الفندي ده في مفاوضات المناخ ومع آخرين قالوا لهم بس عندك وقف يا ابني كل حاجة بلا مناخ بلا بتاع احنا عايزين العائل بتوعنا يناموا الأول لأن اللي بيحصل ده شيء غرير فتوقفت المفاوضات لضمان سلامة منذبيهم الشباب كمان جماعات حقوقية في المؤتمر وصفت الرجل اللي ورايا ده بأنه جنرال عسكري استبدادي قمعي كمان وبيحبس معارضيه وبيق معهم دي التقرير الصحفية كان منها طبعا تقرير أمنيستي انترناشنال أو منظمة العفو الدولية وولستريت جورنال قالت ايه عن قمة المناخ في الاربعة وعشرين ساعة القادمة قالت أنه لن يتذكر أحد كوب سبعة وعشرين إلا بالانتهاكات الحقوقية وملف على عبد الفتاح وأنا بضيف على وولستريت جورنال هيفتكروها بالفشل والمراقبة والترهيب والمجاري يا جماعة أرجوك أرجوك وفتكروا القمة دي بالمجاري إن الجنرال ده اللي صرف خمستاشر مليار على القمة دي المجاري طفحت في رابع يوم في القمة عنده فاللي حصل قبل ما نكمل ونروح لتقرير الجارديان الأستاذ ده عباس كامل عنده شركة بتاعت المخابرات العامة اسمها جلوبال كونفرنس مانجمينت الشركة دي هي اللي بتدير مقر المؤتمر كويس؟ الشركة دي والمخابرات العامة اتفقت مع الفنادق واصحاب الفنادق إن انت أي نسبة حجوزات عندك هتدفع منها نسبة للمخابرات العامة المصرية وبالتالي الفندق مثلاً اللي انت حاجز فيه قوضة بألف في الليلة فالمخابرات مثلاً هتاخد تلتمية ربعمية فاصحاب الفنادق عملوا إيه؟ قالك يا عمي طالما المخابرات هتخرب بيتنا وهتاخد مننا تلتمية ولا أربعمية دولار في الحجز الواحد طب لما الناس دي تيجي ما نقول لهم الأسعار زادت ونزود عليهم وناخد منهم من الفلوس دي ويبقى يعني يا دار ما دخلك شر المخابرات خدت نصبها وحلت عن راسنا وإحنا تحكنا على الصلاح الأجانب اللي جاييني اللي معاهم أصلاً فلوس بالدولار ياما والدنيا جميلة جداً لكن المشكلة اللي حصلت إنه الناس اللي جاية فيه ناس من دول أفريقية فيه ناس مش معاها أصلاً الفلوس اللي اتطلبت زي مثلاً ناشط نيجيري اسمه مستر كلايمت اللي كتب على تويتر من كام يوم إنه مبارح عفواً إنه اضطر يبات في بتاعه اضطر يبات في محطة الباص هنعرض التغريدة بتاعته بعد شوية لكن دي قصة الفنادق الناس مش لقيا أصلاً أماكن تنام فيها بيتم تفتشهم بشكل رهيب جداً لأن الفنادق محتاجة تدفع الجباية بتاعة ابن الرجل ده محمود عبدالفتاح السيسي الجاردين بقى النهاردة اتكلمت على جزء تاني خالص متعلق بالمرأبة فاكر لما قلت لك إن الأبليكيشن معمول عشان يرأي بالناس بس الجاردين النهاردة بتكشف موضوع تاني خالص دي مرأبة بجد فيه كوميك طالع لطيف قوي في مصر دلوقتي على موضوع الموز إن انت النهاردة في الشوارع في مصر أحد أسباب إن الناس ما نزلتش إنه البلد مرشاقة مخبرين بيعين موز بشنبات ولبسين نظارة وبيبيعوا موز فمحدش بيشتري موز وبيقال إن فيه ناس جدت فاصل في سعر الموز الكيلو ب13 لا أنا أخذه ب11 فلقى المساعد بتاع بيع الموز بيدربه بالقفة بيقول له كلم البشا عدل هم مخبرين في بعض يعني فالجاردين بتتكلم إن فيه مجموعة من المخبرين موجودين داخل قمة المناخ الجاردين بتقول إن موظفي المؤتمر المصريين ما لهم بقى إيه مشاكل الموظفين بتوع المؤتمر دول منشغلون بمراقبتهم والتحكم في أنشطاتهم بدلا من توفير الدعم اللي هم مين نوعين تحديدا عمال النظافة والتكنيكال سبورت الجاردين اكتشفت إن عمال النظافة والناس دول بيرقبوا النشطاء وبالتالي شعر الجميع بالخوف بسبب هذه المراقبة أنواع المراقبة اللي كانت حصلة سخيفة جدا الراجل ده لما قعد مع عباس كامل ومحمود ابنه قالوا إيه؟ قالوا يا جماعة إحنا عايزين نراقب الناس اللي بتتكلم دي أي مجموعة بتحكي في أي حاجة ما تقربوا منهم كده وتسجلوا لهم طيب نعمل إيه؟ لبسهم يا ابني اليونيفورم بتاعهم مال النظافة وهات الناس بتوع زبط لي الصوت وزبط لي البروجيكتور بتوع التكنيكال سبورت وقل لهم أنتوا في البلوزوم بتاعت الأمم المتحدة أو في أي مكان أي تجمع مع بعض بيهمسوا البعض بيتكلموا على مظاهرة بيتكلموا على هيومن رايتز بيتكلموا على أكتيفست على ناشط على بتاع قرب منهم بسرعة طلع موبايلك وسجل معرفتش تسجل تعمل إيه؟ تمشي وراه إيه؟ آه تمشي وراه طب قمة مناخ دي الأمم المتحدة موجودة دي الصحافة موجودة ما لكش دعوة امشي وراه طب ما هم يشكوا فيك يشكوا فيك امشي وراه إحنا هزين نعرف ما بيقولوا إيه؟ طب يا فاند امشي وراهم فالجارد يمتقول لك مش وراهم الجارد يمتقول لك نعمال النظافة ويه؟ الناس دول بل الأكتر من كده زباط لبسين ملكي الشرطة كانت تملأ المكان طوال الوقت كانوا موجودين حوالينا كانوا بيبصوا علينا كانوا بيرقبونا بشكل بشكل مستمر الحقيقة فده أدى أن القمة تحولت عارف انت هاي الهمس احنا عايزين نعمل مظاهرة تخلي بالك فيه وراك عامل نظافة بص وراك فيه شكله دول مخابرات فأصبحت القمة عبارة عن حالة سرية الناس بتحاول تتحرك في سرية فالجارد يمتقول لك الموضوع ألب مصخرة وألب شيء يعني سيء جدا ومعظم النشطاء طبعا شعروا بيه الضجر والضيق الشديد جدا وتعرضوا لابتزاز وإن القمة كانت عقبة كبيرة جدا وغير مسبوقة وكان الأمر محبط للغاية الجارد يمتقول أن أحد النشطاء وهو جاي من دولة أوروبية الرجالة بتوقع الرجل ده في الشركة اللي اسمها مصر للطيران أفشوف المطار قالوله أوقف يا أستاذ عندك أنت رايح فين قال له من رايح مصر أحضر قمة المناخ قالوله طيب ثانية واحدة أوقف كلا عندنا لأن اسمك طلع لنا على السيستم سيستم إيه يا بيه ده أنا بنزل مصر وبشتغل قالوله لا أصلا أنت من كام سنة أنت بالذات يعني كنت نشوفنا اسمك أنت ماضي على عريضة إلكترونية بتطالب بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر فالرجل قال لهم يس يعني أنا عملت الكلام ده آه مضيت على العريضة دي عشان الهومن رايتس في مصر رب عافية شوية فقالوله وانت جاي مصر وانت موقع على العريضة دي من ثلاث سنين هل أنت عبيت فالرجل قال لهم إيه المشكلة فقالوله لا ده فيه مشكلة كبيرة قوي بص حبيبي احنا هنسمح لك تروح يعني أنت هتروح مصر بس قسما عظما لو عديت من جنب أي مظاهرة كده ولا كتبت كلمة ولا شفنا اسمك بينتقد مصر أنت مش هتعتب البلد دي تاني الراجل ده قال للجاردين الكلام ده والمصيبة أنه ما قالش اسمه لأنه خايف فاحنا عندنا مواطن ناشط من حقوق الإنسان بيحمل جنسية دولة أوروبية هددوه في المطار أنه لو اتكلم عن مصر كلمة واحدة مش معتب البلد دي تاني وبالتالي احنا الحمد لله أمام قمة الفشل والمراقبة والترهيب والمجاري والفنادق ونوم الناس في محطات الباص بمناسبة نوم الناس في محطات الباص طلعونا تغريدة مستر كلايمت الناشط النيجيري اللي كتب على تويتر أنه الموقف الآن بتاع الإقامات في كوب 27 مروع للغاية أنت ما تقدرش تشارك يعني إقامتك مع أي حد في القمة بسهولة وأنه الناس دلوقتي نيمة في الشوارع في محطات الباصات مبروك يا عبد فتاح مبروك على نجاح القمة العظيمة بتاعتك مبروك على فضحتك المستمرة مبروك على الغم اللقطة اللي قلبت بغم بدل من أنتوا فرحنين وعملتوا قولي مش عارف إيه مين نزل ومين منزلش روحوا شوفوا العالم بيقول إيه على اللقطة بتاعتكو اللي قلب بفضيحة وفضايح الحقيقة مستمرة واضح أن احنا هيكون الموضوع مسلي جدا لحد يوم 18 نوفمبر أنا متابع معاكم في آخر كلام القمة دي يوم بيوم وساعة بساعة على تويتر على فيسبوك على قناتي على اليوتيوب لحظة بلحظة كل فضيحة لهذا النظام المهزأ هتلاقوها موجودة حد يقول لي ليه بتعمل كده دي بلدك لا عبد الفتاح السيسي مش بلدي النظام العسكري المجرم القمعي مش بلدي ده نظام مهزأ قمع المصريين وفضح مصر وقزم دور مصر في قمة المناخ